كثير من الناس يسأل ويقول كيف نصلوا إلى منازل الصدقين الصدقين والشهداء في الفلدوس الأعلى من الجنة لكن قصور الصدقين فوق قصور الشهداء الصدقون أفضل خلق الله بعد الأنبياء فنحن أحضركم خمس أشياء خمس نصائح لو أنت عملتهم بإخلاص أدمر لك والضمن هو الله بالنسبة أكثر من 90% إن أكشاء الله ستكون من الصدقين الشيء الأول صلاة الفجر في الجماعة دي أهم شيء على الإطلاق لماذا؟ صلاة الفجر في الجماعة أعظم من أن أنت توقف على رجليك ما تنامش طول الليل وتقرق كرن كله من الأول آخر يعني السواب اللي أنت بتاخده في الربع الساعة بتتساطر فجر في الجماعة أعظم من أنت تقف على رجليك زي ما حسيق سيدنا عصماني بن إعفاني من ألف الحديث صحيح ما تصلى فجر في شهد الفجر في الجماعة كان عاكب أنها مقامة الليلة كله وأنا بترك قبل كده سواب القنطار إزاي والحب يرجع يرجع فسواد الفجر في الجماعة بتديك نور عظيم تمر بيه على البرق كالبرق على السراط وبتزود لك مساحتك في الجنة ألاف المليارات من الأميال لأنها أفضل من قيام طول الليل وقرأت القرآن كله طول الليل من أول آخر وقرأت التقرأ كله من أول ما نمتش ولا لحظة من بعد العيش الغالة الفجر مش هتحصل صوت الفجر في الجماعة دي أول حاجة ودي أهم حاجة لو ضيعت صوت الفجر في الجماعة يبقى أنت بتتنازل عن منزل الصدقين وفي احتمال كبير ما تصلش إلى الفردوس الأعلى وخسارة كبيرة جدا جدا وفاتحها من القيامة لأنك تخسر نور عظيم ومساح عظيمة جدا في الجنة كل يوم كما قلت وأنا وضحت الأدلة القاطعة لهذا الشيء الثاني حصن الخلق لماذا؟ حصن الخلق يصل بك الفردوس الأعلى ويصل بك إن شاء الله إلى منازل الشهداء والصدقين لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أعظم أو أدخل ميوزا في ميزان العبد يوم القيامة حصن الخلق أفضل الأعمال الأطلاق ولو قال عليه الصلاة والصدق في الحديث إن الرجل في الحديث العظيم حديث جميل جدا إن الرجل ليكون إن الرجل ليكون ضعيف العبادة ويصل بحصن خلقه إلى منزلة الصائم القوام أو الصائم القائم قال عليه الصلاة والصلاة والصلاة في الحديث الصحيح أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حاسر أنها خلقه حصن الخلق هو ضماء كمول الأعبال وأنا أقول لك قبل كده في مرأة زكرة بتسوق خلقها كان سيئة الخلق بتسبي جيرانها وكانت صوامة قوامة ربنا أحمد عمله كل ورسول أليها في النار الله خير فيهم الحاجة الثالثة كسرة الصوم لو أنت قادر على الصوم ما لديك أي أزر يمنعك من السيام لا تصوم إلا أثنين ولا خميس ولا تصوم الثلاثة القمرية يبقى حد ضائع منك منازل الشهداء والصدقين أقول لك دليل قاطع حديث له خمس طوق حديث صحيح من الحديث سيدنا لو هي المهم المندري في الترغيب والترغيب من الحديث علي بنبي طالب إن في الجنة لشجرة وقال لها طوبة يخرج منها حولن صفراء وبيضاء ويخرج منها خيول ذهبية مسراجة بالضر وليقوت لا تبول ولا تخوت خطوها مد البصر لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاءون فيقول أهل الدرجات الأدنى الناس ما وصلوش الفردة وصل العالم يا رب بما بلغ عبادك هذه الكرامة في الوقت الأخرى يا رب أعطيت عبادنا إخواننا ما نمتعطينا فيقول رب العالمين إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون كأن ربنا صفحة تعالى بيعيارهم إن كان صح التعبير يعني لا أحد يعاير في الجنة لكن ربنا بيقول لهم ما وصلوش الفردوس الأعلى قالوا ان كنتوا قادرين على السيام وكسلتوا عن السيام فدول وصلوا وأخذوا الخيول الزهبية اللي بيطير بصرعة أكثر من صرعة البرخة وكتير أشمل ببراق الذي عرج بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدرة المتهى مضايق فالسيام الحالة الرابعة الصلاة في وقت الصحر صعات التهجد رحلس سألين الحديثة هو ربنا بيقول لهم إيه أنهم كانوا يصلولا بالليل وكنتم تنامون فما وصلوش الفردوس الأعلى ووصلوش الدرجات الأعلى وخسروا الخول الزهبية يبقى الصلاة في وقت الصحر ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألف الحديث صلاة في مسجد هذا بألف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة الصلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاة في أرض الرباط بألف ألفين صلاة والأفضل من ذلك كله صلاة المؤمن في جو في الليل تعلمون هذا أرض الرباط معناها أرض المعركة كان الرسول عليه السلام بيقول لك أن الرقعة في وقت احتدام المعركة وقت القتال متساوي ألف ألفين رقعة يعني 2 مليون رقعة والأفضل من ذلك كله صلاة المؤمن في جو في الليل يعني كان الرقعة بتصليها وركعتين تصليهم في جو في الليل أفضل ما تصلي عشرين رقعة في وضع النهار في صحن الكعب الحاجة الخامسة وذي مهمة جدا 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 كاصرة الذكر للإستخفار يذكرون الله كثير من الذكرات يصنون لأمنازل الشهداء وربما أعلى أمنازل الشهداء طب إيه الدليل؟ الحديث اللي رأى الإمام الألباني في صحي الجامع أفلا أدلكم قال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأسكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب يعني خير من إنفاق الفضة والذهب يعني أفضل من أنت تنفل جبال الزهب في سبيل الله وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فأضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم يعني خير من الجهات في سبيل الله وخير من الشهادة وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم من الجهات في سبيل الله فتضربوا اعناقهم واضربوا وقال لنا بل يا رسول الله قال اذكروا الله الخمس حاجات دول تصل بهم الى منازل الصدقين وتكون اصورك فوق اصور الشهداء فالي مؤثر في حاجة منهم يلحق نفسه بس كنت فعلا هتريدت انت صلاة الفكرة في جماعة حسن الخلق لو عندك خلل في الخلق في اللسان بتغضب بسرعة وتتهور عن الناس وتجرح الناس يلحق بنفسك حسن اخلاقك صلاة الفكرة في جماعة قصرة الصوم لو انت ما تصومش ما عندكش عزر صلاة الصلاة في وقت الصحر في صورة الخير من الليل قصرة الزكر اي زكر تسمع عليك فيه سواب عظيم امسك فيه امسك فيه بايدك وسنانك ويقوله ويجعل لك ان شاء الله رب يلقوم كله يكون في زكر فو انت عملت كده تصل اي منازل الصدقين وتكون في اعلى من اعلى من الشهداء قولوا قولوا يا سيستخدر الله لكم وحكتبكم الكلام ده